مشاهدين من الشأن الخارج الأمريكي إلى الشأن الداخلي الإيراني والاستعدادات للانتخابات الرياسية في مايو المقبل روحاني بين ستة مرشحين يحق لهم خوض الانتخابات الإيرانية تفتح موافقة مجلس صيانة الدستور على مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني مع خمسة مرشحين آخرين في الانتخابات الرياسية المقبلة أمام الرئيس الحالي إمكانية الفوز بولاية ثانية في 19 مايو وفي المقابل منع مجلس صيانة الدستور والخاضع لهيمنة تجال الدين المحافظين منع الرئيس المتشدد السابق أحمد نجاد الذي حكم بين عامين 2005 و2013 من خوض الانتخابات أثار أحمد نجاد صدمة وارتباكة في الثاني عشر من إبريل لدى تسجيل ترشيحه الأسبوع الماضي خلافا لرأي المرشد الأعلى آية الله خامنئي في الانتخابات الإيرانية تقدم نحو 1636 مرشحا بينهم 137 امرأة لكن مجلس سيانة الدستور وهو عبارة عن مجلس دستوري بيرأسه رجال دين محافظون لم يقبل في نهاية المطاف سوى ترشيح ستة أشخاص بينهم روحاني وهناك ثلاثة من المحافظين بين المرشحين إبراهيم رئيسي وهو قريب من علي خامنئي الرئيس الحالي البردية تهران محمد باقر وهناك مصطفى مير سليم تم أيضا قبول ترشيح كل من الإصلاح إصحاق جهنجيري والنائب الأول للروحاني والمقرب منه ووزير الصناعة السابق مصطفى هاشمي وعلى غيران الانتخابات الرئيسية السابقة لم يوافق المجلس على الترشحات التي تقدمت بها 130 امرأة لخوض الانتخابات الإيرانية قد يكون المنافس الرئيسي للروحاني هو رجل الدين المحافظ النجم الصاعد في السلطة إبراهيم رئيسي الذي شغل لسنوات مناصب قضائية عدة وأيضا المدعي العام للمحكمة الخاصة بملاحقة المخالفات التي يرتكبها رجال الدين